أعيد وأؤكد أن هذه الأذكار في آثارها الكونية ليست على سبيل الرياضيات والهندسة واحد قال بسم الله الرحمن الرحيم اتغير الكون كله لا ليس كذلك أساسا ترتيب شيء على شيء هو كله على سبيل الاقتضاء مو على سبيل الهندسة مو على سبيل الرياضيات أكو شيء أصدق من أكو كلام أصدق من كلام الله عز وجل الله يقول في القرآن الكريم مو حديث هذا بعد ادعوني أستجب لكم تدعوا بعد شوية يا رب ارزقني مليار طيب ما حصلت الآن الأمر ليس بهذا النحو كما معادلة هندسية أو رياضية خليت هذا لا بد أن ينتج ذاك وإنما هذا مؤثر هذا مقتض لكن أكو هناك قواعد أخرى حاكمة تتصور لو أن الله سبحانه وتعالى فعلا استجاب لكل من يدعوه حقا لا يبقى وجود ولا كون واحد من ضايق من أهله يدعو عليها طارت أخوه يدعو عليه طار واحد من ضايق من جماعة والله راح إلى بلدة الذوح يا رب شي لذوله أهلها البلدة إذا كانت الاستجابة بهذه الطريقة ليست محكومة بالحكمة ولم يمنع منها مانع لا يبقى وجود الآن لنفترض المسلمون قد آذتهم دول الكوفر والاستكبار العالمي يرفعوا يدهم يا رب شيل هذه الدولة المؤذية للمسلمين بل كل الدول فاستجاب الله لهم بعد مدة من بعدينهم ما الضايق من جماعة مؤذينه على خلاف مذهبه هم اللهم كما شاء عند بعضهم اللهم عليك بالجماعة الفلانية وهم شالهم ما يبقى أحد في هذا الكون أصدقوا كلامٍ هو كلام الله عز وجل أدعوني أستجب لكم ولكن مع ذلك هذا محكوم بحكمة الله لا بقدرة الله وقوته وسرعة استجابته نفس الكلام هنا من قال بسم الله الرحمن الرحيم حصل له كذا وكذا وكذا هذا له تأثير له اقتضاء المفروض أن يحصل إلا إذا عارض ذلك حكمةً إلهيةً أو جر إلى أمرٍ سيءٍ أو كان هناك مانعٌ يمنعه من تحقق التأثير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر